موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا بكم مشاهدين في كل مكان ومجليد وستاذ الأحلي النهاردة هنتكلم على حاجات مهمة جدا للبداية هتكلم مع حضراتكم عن نادي الأهلي والحلم نادي الأهلي ما شاء الله فيه على مدار 110 سنة دايما بيخلي جماهيره تطمع فيه العديد من الأمور أولا على البطولات والإنجازات النادي الأهلي قدروا أنه بيلعب على البطولات بينفس على كل البطولات اللي بيخش فيها بداية من الدوري العام الممتاز أول بطولة دوري 48 نادي الأهلي هو بطالها ثم مرورا ببطولة كأس مصر أيضا نادي الأهلي الأكتر حصولا عليها طبعا نادي الأهلي 39 بطولة دوري و36 بطولة كأس نخش على دوري أبطال أفريقيا تمن بطولات ما شاء الله دوري أبطال أفريقيا نادي القرن بكل المعايير و20 بطولة أفريقية نروح لأبعاد أخرى النادي الأهلي يبدأ خش في مراحل تاريخية بياخدك فيه أبعاد تانية أبعاد طموحات وأحلام كل أهلاوه بيحلم بإستاذ النادي الأهلي الكل يحلم بأن في يوم من الأيام النادي الأهلي يبقى عنده ملعبه وده حاجة مهمة جدا وهو حلم وتحدي في نفس الوقت في هذه الظروف ظروف البلد ولكن دايما كنا منيجي نتفرج على الكرة الأوروبية تقول ياه إنت نكون عندنا ملعب زي ده إنت يكون الجمهورة عندنا منظم بالشكل ده إنت يكون عندنا الأشكال دي صراحة جمهور النادي الأهلي بداية من أول 2007 وابتدينا نشوف الجمهور جمهور الأهلي بيعمل لنا دخلات وبيعمل لنا أغاني وابتدينا نلاقي نفسينا في مستوى التشجيع عبر كل أهلاوي إننا داخل في منافسة الجمهورة العالمية بل بالعكس أن أبتدي يبقى لها رنك نادي الأهلي هو أكبر نادي جمهوري على مستوى الشرق الأوسط على مستوى أفريقيا ومن أكتر الأندية الجمهورية في العالم وده بدون مبلغها ولكن لما أجي أبص على الملاعب في كل مكان في العالم أبص أقول ياه ملعب منشسر يونايتد الأول ترافور دي إيه الجمال ده إمتى يكون عندنا حاجة بالجمال والعظمة والشياكة دي إمتى أخش اللي هي هذه المرحلة دايما كان حلم لأي واحد وعندنا ما شاء الله أهلاوية كتير بيسافروا وبيروحوا وبيحضروا هذه الماتشات لدرجة إن في بعض الأوقات فيه ناس بيبقى رحلة شهر العسل بتاعها إنه روح يحضر ماتش فيه ملعب ويمبلي ستيديوم في إنجلترا أو يروح يحضر ماتش فيه سانتياجو برنابيو ملعب ريال مدريدة في مدريد فشوفوا وصلت لحضراتكم حب وعشك جنوم كرة القدم وصل إنه واحد بدل ما ياخد مراته ويروحوا كده على أي شط فيه أي مدينة سحلية لا ده أنت شهر معايا هتطلع نطلع نروح بقى ملعب الكانتناو في برسولونا هنروح ملعب السينتياجو برنابيو في مدريد أو نروح أي ملعب بين ملعب إنجلترا أو نروح ملعب الإلينز إرينا في ألمانيا النهاردة نادي الأهلي فيه مؤتمر صحفي تحدث عن السادة الأهلي وعن حلم السادة الأهلي وإحنا هنتحدث فيه في حلقة اليوم بشأن مصطفيد الأمر الآخر اللي عايز أتكلم ما حركوا فيه والنادي الأهلي والدور العام والفوز على الإسماعيل نادي الأهلي بالأمس حقق فوز مستحق على نادي الإسماعيلي متصدر الدوري مؤقتا حتى يكمل الأهلي مبارايته بهدفين مقابل لشيء المباراة كانت مؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري العام الممتاز نادي الأهلي داخل هذا اللقاء كعته في الفترة الأخيرة وعليه العديد من الضغوط وعليه العديد من المشاكل وهو أحط بقى منشتات الصحف والأزمات والنادي الأهلي عنده أزمة في الدفاع وكابتن حسام البدري هلعب مين وحسام البدري عنده أزمات وحسام البدري بيظبط لجميع أن الأهلي حديد وأن الكابتن حسام البدري لا يزال هو أفضل مدير فني في مصر وعشان تقايم نفسك أنت لازم تقصب أقوى منفسيك ومن أقوى منفسي النادي الأهلي هو النادي الإسماعيلي النادي الأهلي في الموسم الماضي كسب نادي الإسماعيلي زي يابا بأدف مقابل لشيء وتعادل معه يابا بدون أهداف بعد أن كان الأمر أصبح محصوم بشكل كبير جدا بالنسبة لنادي الآلي في بطولة الدورة نادي الآلي مبارح وإحنا بنتحدث كنت بتحدث مع حضراتكو في أستاذ الآلي وكنا بنتكلم عن طريقة اللعب وشكل الأداء وقلت لحضراتكو أن في هذه الفترة فترة الانتخابات هتلاقي وانت بتتفرج كده تفتح الصحف لازم تسمع أزمات ولازم تسمع أزمات عن فريق الكرة ولازم تحس أن فريق الكرة خلاص وتشوف أن النجوم خلاص كلها متزمرة وتخش بقى في أوهام وحاجات بعيدة تماما عن الواقع نادي الآلي بلاعب مبارح فرقة منظمة فرقة محترمة مع مدير فني فرنسي دي صبر عنده خبرة في الكرة التونسية مع كبار أكبر أندية الكرة التونسية وجاء إلى النادي الإسماعيلي مع مجلس إدارة محترمة بقيادة المهندس إبراهيم عثمان عشان يبتدوا يعودوا مرة تانية بفريق النادي الإسماعيلي للمنافسة مرة أخرى النادي الإسماعيلي خد خطوات مهمة في بطولة الدور العام عنده تعادلين التعادل الأول كان أمام نادي المأولين أبناء العام وتعادل مع نادي أمبي قبل مواجهة النادي الإسماعيلي كنت تقرأ ماذا سيفعل النادي الإسماعيلي في أزمة الدفاع وإحنا هنا كنا بنتكلم مع حضراتكم على أن النادي الإسماعيلي ما شاء الله عنده قوام هذا القوام اللي الناس كتير تحدثت عنه بيد الكابتن حسين البدري حلول وتكلمنا مع حضراتكم أن أحمد فتحي هيود فيه الجنب الأيمن وأيمن أشرف وسعد سمير وإنبارح الكل بفاجئنا الرحيل أنا هتكلم على حاجات مهمة جدا حدثت فيه لقاء الأمس أول حاجة وجود محمد الشناوي الحارس الجميل الحارس اللي بيسبت أقدامه ابن النادي الإسماعيلي ده من أول الأمور ومن أهم الأمور لأن ابن النادي الإسماعيلي بيبقى متربي تربيت الإسماعيلي وياخد على ضغطات وحارس النادي الإسماعيلي ده مش أي حارس ده حارس له مواصفات خاصة المواصفات الخاصة أن يبقوا ثابت أن يبقوا عنده شخصية وعنده كارزمة أنه قادر أنه يكون موجود في أصعب الظروف وفيه حراس تصنع الفارق ومحمد الشناوي في لقاء الإنتاج صنع الفارق وفي لقاء الأمس والصدة هي الأفضل حتى الآن في الدوري العام والصدة اللي صدها من مهاجم نادي الإسماعيلي وكانت الوقت كان النادي الأهلي متعادل بدون عدا فأنا قلت لحضراتكم طريقة وفكر النادي الأهلي واتكلمت على محمد الشناوى وجوده وقادي صدت الأمس وصدت الموسم رد فعل بهذا الشكل في منتهى منتهى القوة أولا هو رايح مع الأوفر اللي كان على الجبهة على يمينه جبهة اليسرى النادي الإسماعيلي ثم عاد وحارس المرمى الناس بتفكر أو بتقيمه على أساس أنه هو بينط بس أهم حاجة في حارس المرمى هو الفوتورك وحركات أقدامه يعني هو بياخد خطواته عشان يقف في أين مكان وجود محمد الشناوي بهذه الخطوات وإنه يقدر يرجع نفسه في المكان الصح عشان يقف ويوقف الكرة اللي بهذه الخطورة دي في الستة ياردة هو الفوتورك بتاعه وتوقعه وهنا إحساسه بمكانه وخطواته اللي خلته يسد هذه الكرة اللي كانت لها مفعول السحر في مجريات اللقاء النادي الأهلي استطاع بعد كده قادي مطش الإنتاج الحربي واحدة من الصدات وبص هو صدها الأول الكرة الدربة الركنية مطلعة بالبوكس على جنب من الأجناب وهو ده الصح وبعدين نكمل الهجمة في هذا التوقيت وفي نفس الموضوع ده جوه 18 بياخد الأربع خطوات عشان يقفل الزاوية على هدف الدوري عمر السعيد هدف فريق نادي الإنتاج ويمنع هنف كان هيدي نقطة لإنتاج الحربي ودي رد فعل جميل جدا ولكن أهم حاجة أنه خد الخطوة وسبق وقفل المكان تكلمت مبارح مع عمر السلية وقلت أنه هو بيزيد جنب عبدالله السعيد وبيقدر أنه هو يروح وكابتن حسان البدري بيعتمد عليه في هذه الأمر لأنه اللاعب كلامنا إحنا كمدربين بنقول عليه اللاعب رقم 8 المحللين الصحفيين يقول لك بوكس بوكس أو اللي بيلعب من منطقة الجزاء دي لمنطقة الجزاء الأخرى وبيشوفوا هنا تحرك عمر السلية وأنه ذات في الهجمة زود عدد المهاجمين شاف المكان الفاضي اللي يتحرك فيه هو مجرش وخلاص عشان تجيله الكورة والتمريرة الجميلة من عبدالله السعيد اللي اتكلمت مع حضراتكم هايبقى جنب عبدالله السعيد وحيديله التمريرة وفعلا جري في البلاين سايد في المكان اللي ظهر أحمد الجمل زهير أيمن نادي الإسماعيلي اللي قلته حراركم برح أنه بيتقدم كثيرا وما بيعرفش يغطي دفعية وبالفعل يستطيع عمر السلية هنا نفس الأمر فيه ماتش تلفونات بنسويف شوفوا مين اللي متقدم واخد العرضة القريبة هو عمر السلية واحد معدل جريو هو من أهم الحاجات اللي بتديله أنه يكمل بهذه الأمور مهارته الفنية أنه بيقدر يجيب جوان وهي دي القيمة اللي بتخلي لاعب زي عمر السلية لازم يخش منتخب مصر ومن أهم اللعبة اللي فاصلت ارتكاز النادي الأهلي دي أهم ملامح النادي الأهلي النادي الأهلي حديد النادي الأهلي ينتصر النادي الأهلي يتخطى عقبة الإسماعيلي واحد من أهم المنافسين في بطولة الدور العام المصري وكابتن حسين البدري بيثبت أني فيه أزمات كتير وفيه حاجات كتير ولكن النادي الأهلي دائما ينتصر أطلع فاصل وارجع بعد الفاصل مع نجم النادي الأهلي الحريف عمر السماكة ما تروحوش بعيد النادي الأهلي حديد ترجمة نانسي قنقر